بتعاني من الالام المفاصل؟ بتعاني من خشنة الرجبة؟ عندك مشاكل في العظم؟ بكساش جل اول منتج متخصص لجميع الام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وايضا الليلية بكساش جل مش جل واحد لا ده اتنين واحد نهاري باللون لزرع علشان لو بتعاني من الالام وواجع وانت رايح شغلك الصبح او مش عارفة تعملي شغل البيت والتاني للي احمر ده عشان تعرفتنين بشكل طبيعي وبهدوء بكساش جل حصل على تصريح وزارة الصحة بكساش جل النهاردة مستحضر مكاول من عشاب طبيعية مستحضر في صورة جديدة على صورة البمب مستحضر بنتخدمه صباحة بنتخدمه مسائب نصيحة مني البكساش جل هو رقم واحد في كل الأعلام المتسمية بكساش جل والأول مرة جل مزود ببمب علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة بكساش جل متوفر بعبوتين كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل للحصول على بكساش جل يرجى الاتصال على الأرقام التالية أحصل على خصم 20% أهلا وسهلا بكم في المشاغبات على طول هي المشاغبات ده خلي بأسرار ومش أسرار يا عم ساس بنتخدمه خلينا راح بضيف وضيفكم دكتور عادل مرزوق استشارة تنمية زيتية وإدارات دكتور عادل زيك أهو بارك إيه تتعلي يلا عبار بيت باستناك أنا والله أهو أنا أكترون جيت أقل على البلطة إنت معاتني من المرض اللي فاتت أماهتي ايه قصة الأسرار ده وبتاعها خلينا بس الأول أفكر للس 다른 المشاهدين احنا بتدينا في أسرار الصحة النفسية وكنا في الحلقة الأولانية عن السر الأولانية في الصحة النفسية وكنا بنتكلم فيه عن التمركز مع الزات والآخرين وأعرفني عن إيه التمركز مع الزات والآخرين خلينا بقى نستكمل سلسلة الأسرار ونشوف السر الثاني تبتور عادل ايه موضوع الأسرار ده بقى طيب هو هي مش أسرار هو بس الهدف ان انا كل ما كنت عارف ايه القوانين او ايه الأدوات او ايه المعايير اللي توفر في حياتي اوصل لجودة الحياة ويبقى عندي صحة نفسي ممكن اقطعك بصوا الواتس أب بتاع البرنامج يا جماعة زينو 12 251 9 6 4 6 يا ريت نزول لنا الواتس أب على الشاشة اللي حب يتواصل معنا على فكرة الفقرة التانية النهاردة الأسرار بتاعتكو انت باعتهول الأسبوع اللي فات اللي بنتكلم فيها على التخزيل العلاجات طرعادي ما عليش سر للمقاطعة ولكن انت عارف دي وسيلة الاتصال بيننا وبين السادة المشاهدين وده سر من أسرار البرنامج جميع واصلا اي برنامج اعلامي لازم يكون فيه بينه وبين المشاهد عمليه التواصل وده اللي احنا بنحاول حتى نلمسه على السوشيال ميديا ان احنا نشوف احتياجات الناس ايه ويهي الاسئلة اللي بتدور في بالهم نجاوبهم عليه وده هدف البرنامج احنا مش بنتكلم في ويه تانية او طريق تاني خالص غير اللي الناس محتاجين فمن ضد الحاجات اللي احنا محتاجينها هي الصحة النفسية وعشان نوصل للصحة النفسية فيه مجموعة من الأسرار أول سر تكلمنا فيه المرة اللي فاتت هو التمركز مع الذات ومع الآخرين وفرقنا ما بين التمركز مع الذات ومع الآخرين والتمركز على الذات وعلى الآخرين تمام المرة اللي بنتكلم في سر تاني وهو القدرة على التأخلم او التكيف الايجابي يعني اذا الات السر التاني هو القدرة على التأخلم جميل او التكيف الايجابي التكيف الايجابي ما فيه تكيف سلبي جميل حلو استنتاج فعلا فيه تكيف ايجابي وفيه تكيف سلبي تمام تكيف السلبي اللي هو دايما في حالة يلا اعمل ايه النصيبي كده قدري كده اعمل ايه يعني ظروفي كده فهو في حالة استسلام للظروف ده اسمه تكيف سلبي استسلام ومستسلم جميل استسلام ولذلك المفروض أن التكيف الإيجابي أو التأقلم هو وسيط ما بين حالتين حالة رفض نفسي يعني أنا رافض الواقع اللي أنا فيه أنا رافض بابا أنا رافض زوجتي أنا رافض جوزي أنا رافض اسمي رافض شكلي رافض الشغل رافض الظروف المادية وحالة المادية المتدنية رافض مرضي يعني كشفت فأقولي أنت مصاب كذا هو الفارب أن الربو والصخط يعني أنت صاخت على اللي أنت فيه دي درجات يعني الرفض بقى فيه رافضي فيه صخط فيه شكوى دي كلها أشكال الرفض يعني سواء صخط أو شكوى مستمرة كانت تخش معلش شعور بالقهر شعور بالقهر وشعور أن أنا مقهور وشعور دايما أن أنا اشمع أن أنا اللي تم اختياري كده وليه أنا مش عايش زي الباقيين وليه ناس تانية ظروفها أخذر من ظروفك ونظرية التأمر برابانيك فدي كلها صور من صور الرفض إن أنا دايما برفض وعشان أعرف أنا عندي رفض ولا لا شوف دايما هل أنت بتتكلم بإسلوب فيه تزمر هل أنت بتتكلم بطريقة فه شكوى يعني دايما بتشتكي هل أنت صوتك الداخلي بيقول نفسك دايما اشمع أن أنا أو ليه أنا في الظروف دي اشمع أن أنا اللي عايشة في الظروف السيئة دي واشمع أن أنا المطلقة وإنا اللي معايا أولاد أو أنا اللي أرمالة ومش لقيه فلوس أو مش لقيه كذا اشمع أن أنا اللي عايش في بيئة أو اشمع أن أنا اللي عايش في شغل مش مرتاح له أو اشمع أن أنا معايش عربية ومش عايش مبسوط زي الباقيين فدايما الفكرة اشمع أن أو كفكرة الشكوى المستمرة أو التزمر دي حالة من الرفض النفسي وصادها على الجانب الآخر دي حالة متطرفة طبعا وبتوسلك طبعا لضياع الصحة النفسية والتوازن النفسي أصدع على الناحية الثانية هو الاستسلام اللي هو أوكي ظاهريا بيبانوا أنه راضي ولكنه داخليا هو مش مسألة رضا هو مسألة ما بيليدي حيلة يعني مش فيدي حاجة أصلا يعني قبلت رفضت كده كده ده هيتم وكده كده هعيشه وهي حياه وماشي وخلاص وطبعا ده تجد بقى النظرة المحبطة الكئيبة المكتئبة اللي هو يعني أوكي يعني مع ظروف كده هعملي بين الحالتين دول بين الرفض النفسي الفكرة خطورة الحالة التالية أنه هو ممكن يصدر للي حواليه كمان الاستسلام آه طبعا ويصدرهم طاقة سلبية آه طبعا هو ده أكتر حد بيصدر طاقة سلبية يعني ده أكتر حد طول ما هو ماشي هو خلاص هي الدنيا بالنسبة له سيئة والواقع مظلم والدنيا ظالمة يعني هو ده بالنسبة له الكونسيبت الأساسي إن الدنيا ظالمة ندية الناس ونستنى لا كفاية وإنه بيروحة الإجابة بعد أوكي الإجابة بقى هو الحالة الوسط ما بين الاتنين اللي هو لا هو رافض ولا هو مستسلم هو رجل عنده تأقلم عنده قدرة على التكيف الإجابي هو بيتكيف مع ظروفه هو قادر يتأقلم على أي واقع موجود طبعا ولكن مش التكيف السلبي اللي يخليه يقبل بدا أو يقول إن يستسلم له يعني هو المفروض يقبل بس هو بقى مش يستسلم له لأ هو مجرد تكيف إجابي يعني هو مجرد إحساس بالتأقلم إزاي بقى يكون عندي التكيف الإجابي أو أكون أنا حاسس بحالة من التأقلم ويكون عندي تكيف إجابي للظروف اللي أنا بمر بيها هو ده بقى الكور في الموضوع هو ده المحور بقى تمام إزاي أكون أنا شخص عندي قدرة عالية على التأقلم والتكيف الإجابي تمام يعني أنت هننكلم إزاي حق التأقلم الإجابي جميل أول حاجة هي القبول لأن القبول هو عكس الرفض أنت لازم تقبل بالواقع اللي أنت فيه ولكن مش القبول اللي خليك تستسلم أي لأن أنا لو قفت عندي دي بس ما زلت في تكيف سلبي تمام يعني نعتبر أن التكيف الإجابي مشترك مع التكيف السلبي في حدة القبول تمام طلقت بعدها ورحت للموقت الثانية أصبح تكيف إيجابي ولكن داخلياً عندي حالة قبول أنا قابل قابل الواقع اللي أنا فيه تمام قابل مرضي قابل العضو اللي تم باترو قابل ظروف الصحية الاستثنائية قابل ظروف المادية قابل زجتي قابل نفسي تمام قابل اللي حواليه ففي حالة تقبل للواقع اللي أنا موجود فيه تمام ولكن مش تقبل يا دعوني للاستسلام تمام نخش بقى في الخطوة الثانية تمام الخطوة الثانية هي البحث على النقاط الإيجابية في الواقع السلب اللي أزيت أحيان تمام أنت مش مجرد أنك هتقبله بس أنت هتجيب وراء وقلم ونرجع تاني لموضوع الوراء والقلم مهم جداً جداً في التعامل مع كل ظروفك الاستثنائية بالوراء والقلم تجيب وراء وقلم وتبدأ تكتب إيه هي النقاط الإيجابية في الواقع السلب اللي أنا عايشه ممكن يكون الواقع السلبي بابا الأول تبصت نص كبال مليان الله عليك مش بالضرورة بقى يكون نص بالمناسبة أنا ممكن أكون يعني بقص غير كده نقطة أه أوكي عايشه هشوفها برضه هركز عليه لأن من كترة عايشك على الواقع السلبي يعني أنت لو في شغل رافضه مثلاً أنت شغل مخنوق منه متضايق منه شغال في شركة ومش قابلها ومش قابل المدير بتاعك فبالتبعية أنت من تشايف أي جوانب إيجابية في الشغل أنت مش عايش تشوف أي جوانب إيجابية على فكرة أنه بالتأكيد في جوانب إيجابية برابا هي دي بقى الفكرة أنت بقى محتاج عشان ترجع تتكيف ويكون عندك قدرة عليها تتأقلم تجيب وراء وقلم وتبدأ تكتب إيه النقاط الإيجابية اللي في شغلي جايز بكون باخد سلري كويس جايز يكون فيه أمان مادي كويس جايز يكون فيه تأمين موجود كويس جايز يكون برضه أنا بقى عندي سيبرينس وخبرة في الشغل جايز شغله قريب من البيت جايز مديني وقت أن أنا أقعد مع أولادي الشغله مقرف بس وقته ليل فأوكي بعندي وقت طويل ممكن تشغله تاني يكون مريح بس يستهلك وقتك وبعدك عن أسرتك تمام ففيه نقاط بقى إيجابية أفضل طلع فيها وبالتأكيد فيه نقاط إيجابية لا ما فيش حاجة أنا دايماً بقول أن ما تقنعنيش يعني لو واحدة مخنوها من جزء أو واحد مخنو من مراته ما تقنعنيش أن فيه حد على الأرض شطان يعني ما فيه شطان على الأرض لا كل واحد فيه ما يميزه وفيه ما يعيبه ولكن من كتر ما ركزت على العيوب وسلبياته بدأت تتجاهل أو تنسى مميزاته وكذلك برضو ما فيش شغله أو ما فيش بيئة نار يعني ما فيش بيئة جهنم لا في الآخر برضو كل بلد يعني لو مخنو من بلد مخنو من شغلي مخنو من دنيتي كل بيئة فيها برضو جوانب إيجابية بس أنت اللي مش مركز عليه تمام يبقى تاني نقطة هي البحث على النقاط الإيجابية في الواقع السلبي لذي تحقيقه تمام النقطة الثالثة هي مقارنة الواقع السلبي أو الواقع السيء بما هو أسوأ مني هاي يعني أبدأ بعمل كومبير بين اللي أنا عايشه واللي غيري عايشه أي أن كان داكت السوق اللي أنت فيه فيه أسوأ منك مجرد الإحساس ده أصلا بيبدأ يهدي مشاعر شوية صح وتبدأ نفسيتي تتزن إن أنا عارف إن فيه أسوأ مني هاي فيه غيري طلع بشلل فيه غيري طلع بباتر فيه غيري ما طلعش أصلا صح فيه غيري فقط في الحادثة أقرب الناس إليه اللي كان رجبين معافلة عربية صح الكلام وهكذا برضو واحدة مفصلت اتطلقت آه فيه أسوأ من كده آه فيه واحدة اتطلقت وما عندهاش مصدر دخل واحدة اتطلقت وجوزها شهر بيها واحدة اتطلقت وجوزها حرامها من مشاهدة الولاد أو خاد الولاد وسافر ابحث على الأسوأ هنا بقى البحث على الأسوأ كل ما دورت على الأسوأ مني كل ما نفسيتي بدأت تهدى تجاه الواقع اللي أنا عايشه التلاتة دول بيخدموا في مرحلة الراحة النفسية يعني لما التقبل والبحث عن النقاط الإيجابية ومقارنة بالواقع الأسوأ ببدأ أنا نفسيتي تهدى تهدى تسترايح هاي تمام أنا بقى نفسيتي تهدى خلاص بقى قاف على كده لا ما قافش على كده روح بقى للمحطة رقم 4 أو نقطة رقم 4 ألا وهي إنك تبدأ تعمل لنفسك علامك الخاص يعني زي ما بيقولوا كده عملية إلهاء أو بتشغل نفسك بدل ما أنت ليل ونهار مركز في سلبيات مراتك أو أنت مركزة في سلبيات جوزك أو بدل ما أنت ليل ونهار قاعد كل اهتماماتك بمساوئ الشغل ومساوئ المدير طب ما تدور على حاجات أنت بتحبها يعني دور على passion دور على شغف دور على talent على موهبة اهتم بولادك اخرج النادي شوف أنشطة اجتماعية مارس في أنشطة أخرى هنا اللي بيحصل أن أنت بدأت تدور على علامك الخاص فبدأت تشغل جزء كبير من تفكيرك وبالتبعية جزء كبير من مشاعرك بالتبعية جزء كبير من وقتك بدأت تشغله في حاجات إيجابية فقللت الضغط شوية بالتركيز على الجانب السلبي بدل من تليل ونهار ما وركش غير التفكير في الجانب السلبي وسيء اللي أنت عايش فيه طيب خلصنا من نقطة عملتنا العلم الخاص بتاعي إيه النقطة اللي بعد كده؟ بعد العلم الخاص اللي هي النقطة الخامسة اللي هي avoid conflict أو تجنب الصراع يعني إيه تجنب الصراع؟ قلل الاحتكاك بالمدير اللي مدايقك قلل الاحتكاك بزوجك اللي أنت مش قادرات تتعامل معاه اتعلمي إزاي تتعامل معاه يعني ممكن مثلا زوجي دكتور أهواء ما ممكن تبقى المشكلة في أنا وليه المشكلة في مديري أو في زوجتي ما يمكن المشكلة في أنا هنا بقى أنا ببحث أنا ببحث بعمل عملية بحث بدور أسباب المشكلة فين؟ الصراع بينه وبينه إيه؟ يعني فيه ناس لما كنت بعمل معاه جلسات أو سيشنز يعني كاستشارات بقولها طب أوكي طب ما تقعد يتكلم معاه أو قعد يتكلم معاه بيكتشف أنه لما عادنا تكلم لو عادنا تكلمنا سوريا عفوا الأمور قربت يعني الفجوة ما بيننا قلت لو لغت الحوار إيه ده أنا ممكنش متخيلة أنا فاكرا أنه فيه صراع ما بيننا عمره ما يتحل مجرد نحن قعدنا تكلمنا مع بعض وأنا عرفت اهتماماتك كنت عرفت اهتماماتي طب إيه اللي بيدايقك مني طب إيه اللي بيدايقني منك المشكلة أن إحنا أوقات بتبقى الحلول في إيدينا بس إحنا أوقات بقى نرجسيتنا أو كبريائنا يمنعنا يعني ممكن لو قعدت مع مديري برا الشغل قلت له أوكي أنا حراك أنت بدايقني بحاجة لا عادي طب ليه حاس نتعاملك معايا مش لطيف لا ما فيش طب كلمة مني على كلمة منه هو يبدأ يطلع المشاكل اللي بدايقة مني وأنا هبدأ أقول له برضا على التصرفات اللي بدايقني منه وهتبدأ الأمور تتحل ممكن نخرج بره بقت العمل تجنبنا اللي هو الحاجات اللي بتسبب المشاكل جميل عملنا أفويت كونفلكت نفطرب بقى أن أنا مش قادر يخلق لغة الحوار مش قادر يحصل بينه وبينه حاجة قلل الاحتكاك أنت متضايق من باباكي اللي كل يوم أو باباكي اللي كل يوم يعني يضربك علقاء أو كل يوم يدخلك في حوار ويصدعك ويفضل يهد في عزمتك أوكي ليك قطك اعمله اللي هو عايزه ابعت شوية عنه يعني مش لازم بقى طول تحتك بيه وترجع تقول لا ده أنا بمر بمشاكل معاه أو بمر بسرعة اللي هو تمام طيب النقطة اللي بعد كده هو وبدلنا كب نقطة الأول نقطين تمام أوكي معنا احنا وقتك ده معنا خلاص نقطة طيب طيب أوكي النقطة اللي بعد كده هو السعي للتغيير تمام ان انت مش هتفضل بقى تتكيف وتتجنب لا اسعى انك تغير من الواقع ده دور ايه النقاط السلبية اللي موجودة فيه وحاول تدرسها وحاول تغير منه ولكن هنا نقطة مهمة قوي الناس ما تخدش بالا منها انا مش طالب منك انك تغير لدرجة المئة وتمانين درجة اللي هو هتغيير الجزري يعني شغلك مش هيبقى جنة على الاقل يعني الترابيزة دي مدايقاني وشكلها مدايقني بس لو حطيت علىها شوية اكسسوريس كده هتبقى شكلها قلطف يعني افكرش غير الترابيزة من اساس وابتدي لأول بالمتاح شوية حاجات بسيطة تتشاط خفيفة بتبدأ تغيير لي من شكل الحاجة قدامي وكذلك التعامل مع الاشخاص حط تتشاط خفيفة التعامل معين بسيط صباح الخير كل يوم يعني حاجات كده اسعى انك تغير من الواقع ده ما تستسلملوش ما تسجوش وتفضل راكن له تمام اخر نقطة مع التكيف الاجابي هي انك تخلي علاقتك بربنا كعلاقة مدبر يعني انت بتقول لربنا دبر لي الحال ده اللي مدايقني لان للأسف ربنا يعني له اسماء حسنة وكل اسم من الاسماء الحسنة لازم نفعله في حياتنا فاذا حسيت ان الله حافظ فعلا يحفظك واذا حسيت ان الله مدبر فعلا هيدبر لك أمور كتير فانت استدقي هذا المعنى جواك ان الله هو مدبر الكون فمدبر الكون قادر يدبر لك الواقع السلب اللي مدايئك ويحول من ونقع سلبي لو انقع إجابي ولكن اذا طيقنت من داخلك انه فعلا مدبر الكون او مدير الكون فهو اللي بيقدر يديره لما تلجأ له وتقول له يا مدير الكون أنا عندي وقع سلبي خانقني ومضيقني عايزوا يتحل هيبدأ مش هيغير لك الواقع ولكن هيبدأ يديك إلهامات في طريقك تساعدك لتغيير الواقع السلبي اللي انت عايشه بالسبع خطوات دول هوصل القدرة على التأخلم والتكيف الإيجابي بص انت قلت ان نلجأ لله وعندك يقين بان الله مدبر عشان كده احنا كلنا دلاتي بنستعدة صلاة الجمعة ودي مزيد برضو من ضمن أسباب اختيار برنامج ساعدك سلوطة انك هو يوم الجمعة قبل الصلاة نحن هنحاول ندي الناس طاقة إيجابية في أول الأسبوع أو في نهاية الأسبوع اللي قبليه وعاكيدنا نروح نصلي فإبعا عندنا اليقين بالله واغدين بالأسباب فبالتأكيد ده هينعكس على نفسياتنا وده لو بتفتكر نرجع تاني للمثالث الصحة كل اللي بنتكلم فيها مرتبط بالصحة النفسية دكتور عادل برزوء أشكرك على السر التاني وفعلا سر زي كل مرة بيأثر فيها حتى بينعكس على ما نمح وش قدام الكاميرا دكتور عادل خلص خلص الناس حتى كمان كلها مرة الكاميرا مبصد خلصت حلقتنا النهاردة وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع اللي جاي ولكن قبل ساعة من دلوقتي واحدة حلقات برنامجكم صحتك صراتك السلام عليكم اشتركوا في القناة